نظم حزب حماة الوطن بمحافظة الإسماعيلية حواراً وطنياً موسعاً حول دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر جرائم العنف وتبريرها شارك في هذا الحوار جميع طوائف الشعب متمثلة في الأزهر الشريف والكنيسة ورجال وسيدات وشباب المجتمع المدني وجميع القول والأحزاب والتيارات السياسية والشخصيات العامة وتحدث أمين محافظة الإسماعيلية بحزب حماة الوطن عبد الحليم عزوز عن العنف ضد المرأة وعن دور وسائل التواصل الاجتماعي في تطبيعه ونشر أشكال مستحدثة منه نهاردة يمكن احنا بنتكلم عن موضوع مهم جداً قد يكون موضوع الساعة يعني بدون مبالغة وهو فكرة انتشار العنف ضد المرأة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفكرة مساهمة وسائل التواصل الاجتماعي في النشر النوع ده من العنف تكلمنا الحقيقة الندوة حول التغطي يعني كافة الجوانب تكلمنا من الناحية الاجتماعية الناحية النفسية تكلمنا أيضاً من الناحية الدينية تكلمنا من الناحية التشريعية أيضاً كمان الحوار الوطن النهاردة بيدور في هذا الحفل العظيم أو المبادرة العظيمة اللي بتقوم بيها حزب حماية الوطن بالإسماعيلية حول دور التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا العامة في العنف ومبرراته لو تحدثنا عن العنف بداية هو تمكين قوة بدنية المفهوم العام تمكين قوة بدنية من إضرار شخص معين أو هدف معين الإضرار ده ممكن يكون إيزاء نفسي أو إيزاء جسدي ومن هذا المنطلق بيكون العنف نوعين نوع بدني ونوع نفسي بيعود هذا العنف على المواطن أو الشخص اللي بتتمكن منه هذا الإضرار بيعود عليه بجانب سلبي أما العنف الإلكتروني فأنت بتوجهي شخصية وهمية افتراضية أنت لا تعلمي عنها أي شيء ولا تملك تدافي عن نفسك بل بالعكس لو نشر البوست على الفيسبوك أو على تويتر بتقري كومنتات رهيبة وأنتي مش قادرة دفعي مش قادرة تقولي إذا كان يعني أنت كلها هتقولين أن كلام ده غلط هو الحوار الوطني زي ما احنا عارفين كلنا أنه هو ده أطلاقه السيد الرئيس عبد الفتاة السيسي أهميته أنه هو بيعمل مشاركة اجتماعية وبيعرف منه المجتمع عايز إيه وبناء نعليب بيخش في نطاق التشريعات اللي بتبقى التشريعات تنظم أمور الحياتية بتاعة المواطن المصري النهاردة احنا كان واحدة من المحافظات طبع حمات الوطن مكلفين أن احنا نعمل صالون ثقافي بنناقش فيه دور وسائل الاتصال الاجتماعي التواصل الاجتماعي في نشر الجريمة والعنف وخطورة الصالون ضوان بيهدف لتوعية الشباب والمجتمع لخطورة وسائل التواصل الاجتماعي وازاي ان احنا نطلع به بتوصيات تشريعية وقانونية تحد من العنف دو والسلوك العدواني اللي احنا بنلاقيه على وسائل التواصل الاجتماعي